أصيب ثمانية إسرائيليين بجروح من بينهم أربعة بحال خطرة في قصف شنته حماس انطلاقا من الأراضي اللبنانية كما قتل إسرائيليون وأصيب أخرون نتيجة سقوط قذيفة موجهة مضادة لدروع أطلقت من لبنان وأصابت منزلا على الحدود وأعلن حزب الله استهداف موقع الراهب الإسرائيلي ردا على القصف الإسرائيلي لقرى وبلدات حدودية لبنانية هذا وقد أعلنت قوات اليونفل تعرض مقرها في نقورة بجنوب لبنان لقصف صاروخيه دون وقوعي أي إصابات من الحدود اللبنانية الإسرائيلية ينضم إلينا موفدنا سلمان العنداري سلمان ضعنا في صورة التطورات على الجبهة الشمالية على جنوب لبنان مع استمرار القصف المدفعي والاستهدافات المتبادلة بين الجانبين اللبناني ومبثلا في حزب الله وبعض الفصائل والجانب الإسرائيلي كذلك في جبهته الشمالية سلمان بالفعل تسبيح التوتر مستمر اليوم ويبدو لافتا على وقع تسارع هذه الأحداث واستمرار هذا الاشتباك أو هذا التصعيد لساعات ليس كنا نعتاد على بعض المناوشات التي تستمر لساعات عدة ولكن اليوم منذ الصباح هذا التوتر مستمر حزب الله قصف تسع مواقع أو استهدف تسع مواقع إسرائيلية اليوم إضافة إلى إطلاق النار على أبراج حددية تثبت كاميرات مراقبة على طول الجدار الفاصل في منطقة المطلئة الحدودية أدى ذلك إلى استهداف كل الكاميرات المراقبة التي تضعها القوات الإسرائيلية هناك أيضا من شتولة وصولا إلى حنيتة موقع الراهب إضافة إلى خمس مواقع أخرى استهدفها حزب الله وقال بالفعل أن هناك إصابات بين قتيل وجريح في صفوف القوات الإسرائيلية من بين ذلك دبابات ميركافا إضافة إلى ناقلات جند بحسب مقال إعلام حزب الله أما بالنسبة لإطلاق الصواريخ كان لافت دخول حماس مرة أخرى أو مرة ثالثة خلال الأيام الثمانية الأخيرة على خط هذا التصعيد هنا في الجنوب تبنت كتائب القسام التابعة لحركة حماس في لبنان إطلاق عشرين صاروخا من منطقة الجنوب باتجاه الجليل الغربي هذا الأمر أدى إلى إصابات من ناحية الإسرائيلية هذا الأمر أدى أيضا إلى استنفار إسرائيلي على طول الجبهة الشمالية إذن التوتر مستمر قبل نحو نصف ساعة تقريبا يعني علمنا بغارة إسرائيلية على منطقة مروحين بمروحيات إسرائيلية مقاتلة هذه الغارة على تل تضع تلة البلاط في هذه المنطقة خلفنا إذن هذا يفسر بأن التوتر مستمر على وقع الطيران الحربي والمقاتلات والاستطلاع طائرات الاستطلاع التي تجول هذه المنطقة أشير أخيرا إلى بيان اليونيفل الذي قال بأن صاروخ استهدف أحد مراكزه ولكنه أيضا أعرب عن قلقه من استمرار هذا التصعيد واستمرار إطلاق النار وقال بأننا نرصد منذ الصباح إطلاق النار بين الطرفين على جانبي الخط الأزرق وهذا الأمر خطير جدا ويؤشر إلى تصعيد كبير إذن هناك تصعيد في لبنان هذه المناوشات وإن بدت تصعيدية ولكنها لم تصل إلى حد الانفجار إن صح التعبير هي مدروسة بعض الشيء أو مدوزنة إن صح التعبير ولكن في حال استمرت الأحداث في غزة بالتصعيد هذا الأمر بطبيعة الحال سينعكس على لبنان إشارة أخيرة أيضا إلى أن سفيرة أو وزيرة الخارجية الفرنسية ستصل إلى بيروت يوم غد وستجري محادثات مع المسؤولين اللبنانيين هذا الأمر يؤشر إلى مزيد من المباحثات الدبلوماسية السباق بين الدبلوماسية والميدان لمنع التصعيد في لبنان ومن الحدود اللبنانية الإسرائيلية مفادنا سلمان العنداري شكرا جزيلا لك سلمان على كل هذه المعلومات